أنا عندي سؤال وبدي أسألكم إياه أنا إذا بدي أبني عمارة شو أول إشي بابلش فيه أكيد رح تحكولي رح تبلش في الأساسات عشان تقدر تبني العمارة ممتاز إذن عشان أنا أبني عمارة لازم أبلش بمرحلة التأسيس اللي هي بناء الأساسات بعدين بابني الطوابق الأول الطابق الأول الثاني الثالث بغض النظر عن عدد الطوابق هذا المثال من الحياة العملية أنا بدي أخذه وأبلش فيه في مادة الرياضيات يعني أنا بدي أربطه ارتباط كامل بمادة الرياضيات مادة الرياضيات عشان أنا أبني حالي فيها منيح وأكون فيها محترف بدي يكون عندي أساسات إذن أهم إشي في مرحلة نهاية مرحلة الرياضيات العلمي اللي هو إيش بناء الأساسات تمام إذن زي أستاذ زي كنا كنت تحكي لنا إنه لازم قبل ما نبلش في المادة لازم نبلش بمرحلة التأسيس والمراجعة بعدين ندخل على المادة العلمية اللي هي وحدة النهايات والتفاضل وتطبيقاته وبعدين التكامل والقطوع المخروطية هذا الإشي اللي أنا بدي أوصلكم إياه تمام الآن أول مرحلة بمرحلة التأسيس اللي هو بدنا نبلش فيه اللي هو التحليل إلى العوامل ممتاز إذن أول إشي راح نبلش فيه أنا وإياكم التحليل إلى العوامل أكيد درستوه في الصفوف المادية هي أصلا مرحلة التأسيس كلها هي خلاصة 11 سنة اللي أنتو درستوها بالمدرسة إحنا أنا لخصتها في اللي هي مرحلة التأسيس والمراجعة عشان ندخل وما نكون ناسين إشي نكون مجهزين محمين نكون professional يعني خلاص ندخل مباشرة على المادة نكون جهزين من ما جميع وزي اللي بدخل على معركة وبكون مجهز حاله بكل ما يملك أو بحتاجه لهذه المعركة نفس الإشي بدنا نجهز حالنا نتكتك أمورنا عشان نقدر ندخل مادة الرياضية أول إشي لازم نجهز حالنا فيه اللي هو إيش التحليل العوامل وأسهل موضوع رح كمان نبلش فيه في التحليل إلى العوامل اللي هو موضوع فرق بين مربعين موضوع اللي هو فرق بين مربعين ومن اسمه فرق يعني طرح ومربعين في مربع وفي مربع يعني الصورة العامة رح تكون سين تربيع ناقص ألف تربيع مربع مربع وبينهم إشارة طرح شي يعني طرح يعني فرق هذا كيف بنحلله إحنا؟ ببساطة تحكيلي بفتح قوسين باخذ الجدر التربيع إلى الحد الأول شو الجدر التربيع إلى سين تربيع؟ هي سين ضرب سين والجدر التربيع إلى ألف تربيع هي ألف في ألف وبعكس الإشارتين يعني بحط إشارتين مختلفتين في النوع ممتاز إذن الصورة العامة للفرق بين مربعين زي ما أنتوا شايفين يعرفناها طبعاً الفرق بين مربعين هو صورة خاصة من العبارة التربعية العبارة التربعية هي ألف سين تربيع زائد باسين زائد جيم هون باسين مش موجودة موجودة عندنا سين تربيع والعدد هاي حالة خاصة من حالات اللي هي العبارة التربعية واللي فهم موضوع فرق بين مربعين اللي لازم ناخد أمثلة عشان الأمور ترسخ عندنا هون وإذا شفنا في المادة اللي قدام نكون نعرف نحلل بكل بساطة وسهولة أول مثال رح ناخده اللي هو لو كان عندي سين تربيع ناقص 25 كيف بحلله؟ بكل بساطة رح تيجي تحكيلي إنه بفتح قوسين زي ما حكت لنا يا أستاذ والسين تربيع عبارة عن سين في سين وال25 خمسة في خمسة لأن شو جذر التربية لـ 25؟ خمسة في خمسة سالب موجب شرطين معك وسالب طيب يجي كمان ناخد كمان مسألة بس أستاذ بدي أسألك سؤال آه اسألني هس دايما بيكون مربع العدد عادي ممكن يكون مش مربع زي كيف يا أستاذ خدوا المثالي التالي ممكن يكون عندي اللي هو سين تربيع ناقص 7 هون مربع السين تربيع ما في مشكلة بس السبع مش مربع طيب كيف بدي أعرف إنه مربع؟ المربع اللي بيكون إله جذر تربيعي يعني التسعة شو جذر تربيعي 3 الأربعة جذر تربيع 2 25 جذر تربيع 5 16 جذر تربيع 4 هاي الأمور هاي الأرقام بسموها مربع إلها جذر تربيع السبع ما إلها جذر تربيع طيب شو منا نعمل؟ باستخدم خواص الجذور اللي هي لما يكون عندي عدد بقدر أحكي جذر السبعة في جذر السبعة يعطيني العدد سبعة إذن استخدمت نفس المقدار إذن باجي بفتح بوسين سين تربيع عبارة عن سين في سين السبعة هي عبارة عن جذر سبعة في جذر سبعة لأنه من خواص الجذور جذر الألف ضرب جذر الألف بطينا العدد نفسه ألف هنا اتفقنا لازم العدد يكون نفسه المقدار هون يكون نفسه فاستخدمت خواص الجذور بحط سالب موجب طيب نأخذ كمان مثال لو كان واحد على تسعة سين تربيع ناقص ستة وتلاتين نزيد الرتم شوي هون نفس الإشي بتحكيلي بنفتح قوسين الواحد على تسعة هو عبارة عن إيش الواحد عبارة عن واحد في واحد التسعة عبارة عن تلات في تلات ممتاز سين تربيع سين في سين الستة وتلاتين ستة في ستة وبينهم زائد ناقص طبعا بغض النظر كانت الزائد هون ناقص هون أو عكسناهم ما فيه أي مشكلة ممتاز الآن نأخذ كمان مثال لو حكتلكم ناخد اللي هو اتنين سين تربيع ناقص اللي هو اثنين وسبعين زي ما انتوا شايفين الاثنين هون مش مربع واثنين وسبعين مش مربع إذن بدي أخلص من الثنين عشان يصير عندي مربعين عشان أقدر أحلم طب كيف بخلص من الثنين بالعامل المشترك ممتاز إذن باخد الثنين عامل مشترك بحكي ثنين سين تربيع شين من ثنين سين تربيع ثنين يصفي عندي سين تربيع والإشارة طرح اثنين وسبعين قسمة اثنين ستة وثلاثين ممتاز هاي الثنين أصبح عندي بعد العامل المشترك فرق بين المربعين كيف يعرفتي أستاذ سين تربيع مربع ستة وثلاثين مربع بينهم طرح إذن بفتح قوسين سين تربيع عبارة عن سين في سين والستة وثلاثين ستة في ستة موجب ناقص ناخد كمان سؤال نعلل رتم شوي لو كان عندي السؤال التالي اللي هو تسعة واربعين ناقص اثنين سين ناقص واحد لكل تربيع نفس الإشي نفتح قوسين زي ما انتم شايفين التسعة واربعين عبارة عن العدد سبعة في سبعة القوس هاد مربع هو عبارة شو الجدر التربيعي للقوس الجدر التربيعي بلغي التربيع إذن القوس نفسه بحط اثنين سين ناقص واحد وهون اثنين سين ناقص واحد وهون سالب موجب إذا معك وقت تقدر تبسطه كيف يعني يا أستاذ هاي مش أبسط صورة يعني هون القوسين اللي احنا حطيناهم صار عنا أكثر من عدد السالب هاي موزعة بصير سبعة ناقص اثنين سين والناقص في ناقص موجب واحد موجب واحد وسبعة اللي هي تمانية ممتاز ناقص اثنين سين وهون نفس الاشي سبعة ناقص واحد ستة زائد اثنين سين هاي أبسط صورة طبعا اللي بيكتبها هاي الصورة صحيحة بس دايما حاول انه يكون الحال تبعكم في أبسط صوره ممتاز خلينا ناخد كمان مثال ممكن يجيني سين أس أربعة ناقص ستة طب هذا المثال هو عبارة عن قوسين طب يا أستاذ هون سين قوة أربعة انت حكت لنا سين تربيع للصورة العامة عادي السين قوة أربعة هو عبارة ايه شو جديد تربيع لسين قوة أربعة سين تربيع سين تربيع حلو الستة أربعة ضرب أربعة السالب سالب في موجب منتاز خلصنا هيك تعال اطلوا على المسألة رجزوا في المسألة شو رأيكم فيها سين تربيع ناقص أربعة سين تربيع زائد أربعة استاذ في شغلة اه احكيلي شو هي سين تربيع ناقص أربعة كمان فرق بين مربعين صح يعني ممكن يكون فرق بين مربعين داخل فق جوه فرق بين مربعين ليش لا يعني هون طلع Pikنا فرق بين مربعين من نفس سؤال فرق بين مربعين كمان بقدر هذا أحلله كوسين وهاي أنزلها زي ما هي السين تربيح هي عبارة عن سين في سين الأربع هي عبارة عن تينين سالب موتب إذن أنا اللي بدأ أوصل له من هذا المثال لما يطلع معي الجواب بدأ رد أعمله إيش أعطي نظرة هاي الثاقبة اللي هي بتحكيلي إنه هذا السؤال أو هاي الإجابة أبسط صورة ولا مش أبسط صورة فلما اطلعت هون السين تربيح نقص أربعة طب الأستاذ حكي لنا مربع مربع بينهم طرح فرق بين مربعين هاي مربع مربع بينهم طرح فرق من أورا طب رد بحلل ولا مشكلة ما في أي مشكلة طبام لاحظوا إنه في التحليل هات طلع سين تربيح زائد أربعة آه إذن في شغل يا أستاذك تحكي لنا إياها إنه المجموع بين مربعين هاي بينهم إيش جميع اللي هو بدنا نحكي با طلعوا كيف بدنا ندخل عبا مجموع بين مربعين شو ماله اللي هو الصورة العامة تبعته سين تربيح زائد ألف تربيح أنا حكيت مجموع يعني زائد مالها لا تحلل طب الأستاذ ليش لا تحلل لاحظوا أنا هون ما حللتهاش ليش مين بحكي لي مين بتذكر يرضيات السنوات الماضية لما أخذتوا بين مجموع بين مربعين شو حكولكم حكولكم لا تحلل ممكن في منكم بعرفها وممكن في منكم ما بعرفها هي سبب لا تحلل إنه مميزها سالب سالب مميزها ماله سالب آه يعني أستاذ دا تحكينا أن الفرق بين مربعين مميزها موجب صحيح المميز إذا كان موجب شو يعني موجب؟ أكبر من صفر أو يساوي صفر العبارة تحلل المميز إذا كان أقل من صفر يعني سالب لا تحلل إذا المجموع بين مربعين إذا شفنا مربع ومربع وبينهم إشارة جمع لا تحلل يعني إيجا قل لي سين تربيع زائد تسعة بحكي له ياش ستوب هاي بتنزل زي ما هي في المسائل في الحال مش إني بأكتب لا تحلل لا بنزله إياها زي ما هي طب ليش يا أستاذ نزلت إياها زي ما هي لأنها لا تحلل بتنزل زي ما هي ليش؟ لأنه مميزها سالب إذن في هذا الدرس اتعلمنا موضوع كثير مهم هو موضوع الفرق بين مربعين الصورة العامة تبعته طبعا هو من اسمه طلعوا من الاسم هو بدل عن حاله فرق بين مربعين فرق يعني طرح مربعين مربع ومربع كيف بحلله؟ قوسين جدر التربيعي للأول الجدر التربيعي للتاني منحطهم ومنعكس إشارات القوسين ولاحظوا كثير في أمثلة على الفرق بين مربعين طبعا أمثلة لا تعد ولا تحصل لكن أخذنا إحنا مقتطفات من هاي الأسئلة أفكار منوعة وأخذنا المجموعة بين مربعين ليش؟ الإشارة إذا كانت بينهم جميع لا تحلل ليش لا تحللوا أستاذ؟ لأنه المميز سالب طبعا المميز رح نتطرق له بالتفصيل في العبارة التربيعية ترجمة نانسي قنقر